أهلاً بكم في محورنا الثاني أكدت وزارة الخارجية وشؤون المختربين على دعوتها للمواطنين الأردنيين المقيمين في أوكرانيا إلى مغادرتها وتجنب السفر إليها خلال الفترة الحالية في ظل التطورات الراهنة النطق الرسمي باسم الوزارة سفير هيثة عبد الفول أكد لنبض البلد أن الوزارة فعلت نهاية شهر كانون الثاني الماضي خلية أزمة تعمل على مدار الساعة لمتابعة أوضاع المواطنين الأردنيين والخلية مستمرة في عملها بتقييم التطورات وإعداد الخطط للتعامل مع المستجدات أولاً بأول وأشار إلى أنه في هذا السياق تم عقد اجتماعين مع عدد من مسؤولي الوزارات والمؤسسات الرسمية المعنية للبحث في تطورات وأثارها على الجارية الأردنية واستعراض الإجراءات التي تم اتخاذها والخطط المطروحة للتعامل مع الأزمة وضاف أبو الفول أن مركز عمليات الوزارة والسفارة الأردنية في أنقرة المعتمدة لدى أوكرانيا تتواصل بشكل مستمر مع المواطنين الأردنيين المقيمين هناك سواء من خلال الاتصالات أو البريد الإلكتروني إذن نتابع في هذا المحور التطورات وأرحب بضيفي أن أبو السابق دكتور الحمد أهدي مساء خير دكتور الورد يا هلا وأيضاً معنا عبر الهاتف دكتور كامل عوامل رئيس الجال الأردنية في أوكرانيا دكتور كامل مساء خير دكتور كامل مساء خير حياة الله دكتور كامل وزارة الخارجية أرحب بك في نبض بلد بداية وزارة الخارجية طلبت من المواطنين مغادرة أوكرانيا حرصاً على سلامتهم ودعت إذا في أقصى الظروف من أراد البقاء أن يترك المناطق الشرقية ويتوجه إلى المناطق الغربية مدى تعاون الجال الأردنية مع هذه النداءات من وزارة الخارجية طبعاً زي ما تفضلت أنه وزارة الخارجية والسطنة الأردنية حثت الأردنيين من حوالي شهر شهر ونص على عدم قدوم إلى أوكرانيا وعلى عدم عنده سطاعة أن يروح يسافر غادر أوكرانيا عنده غادر بس ولكن كانت الأمور جيدة نوعاً ما لغاية قبل أكمل يوم لضم الاتحاد والإعتراض في دوغانس ودينيسك طبعاً هون اختلف الوضع شوي فحالياً الموضوع تختلف على الساحة مختلف بسيط موجود ولكن ملاحظ وأكدت السفارة الأردنية وأكدت وزارة الخارجية أنه من يستطيع المغادرة لولاده ونحن بدوننا نعلم أبناء جاليتنا الأردنية عن التطورات وعن الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة الخارجية والسفارة الأردنية ألف شخص فقط يا دكتور كامل سجل من أصل 2600 مواطن أردني مقيم في أوكرانيا و727 طالب فقط ألف اللي سجلوا هل الجميع بسلامة وأمان ومرتحين عدد من سجل عن رابط الإلكتروني لخصصة الوزارة ألف فقط من أصل 2600 و727 طالب يعني الثلث تقريباً الطلاب الفضل الأول وثلاؤون الأخير قلت قلت عدد الطلاب قلت لأننا أثر بكثير مكاني وقت لأننا خمسة ألاف طالب في الأيام الصادقة بس حالياً في السنوات هايقياً قلت كثير الأكدري المقيمين ورجال أعمال واللي من حملت الجواز السفر الأوكراني ومصيمة فضلت حضرتك أنه طلبت الوزارة أنه في أجناءهم أو في ترحيل ليستطيع مغادرة الشرف الأوكرانيا أن يتوجه إلى الغرض لأن الغرض نوعاً ما أهدأ وعلماً بأنه السفارات الأجنبية تجاوب الأردنيين مع هذه المطالب يا دكتور كامل تجاوبوا مع هذه الرسائل من وزارة الخارجية دكتور كامل طبعاً يقول على أطلاع بما يورد أنه من وزارة الخارجية ومن السفارات ولكن التفاعل ليس سلاك القوي طيب أشكر كل الشكر دكتور كامل العوام لرئيس الجالية أردنية في أوكرانيا ودكتور محمد التطورات متسارعة إن صح التعبير ولا أحد يعلم إلى أن تتجه الأمور تتفق تختلف أم أن الحرب قادمة لمحالك نعم رأيك يعني بداية هو هذا صراع لعادة تشكيل المنطقة الأوروبية لأنه روسيا بوتن اللي استطاع أن يعيد روسيا إلى مصاف الدولة عظمى تستطيع أن تقارع الولايات المتحدة واستغل فرصة ضعف الإدارة الأمريكية والولايات المتحدة وخصوصا في الحروب الأخيرة اللي خاضتها وكلها فشلت فيها والقارة الأوروبية العجوز يعني هو استغل أنه يعيد جزء من أمجاد الامبراطورية الروسية خلينا نقول مش الامبراطورية يعني أحدية القطب اللي كانت سائدة قبل بوتن أعتقد أنه كسرها واضح بس في قصتين مهمات يعني من السذاجة بمكان أن يعتقد البعض أن الأوروبيين والولايات المتحدة الأمريكية ستحارب روسيا من أجل أوكرانيا ليه؟ لأنه هذا روسيا دولة نووية لا ينتكون هناك حرب تقليدية لا يمكن أن يخوض الجيش الروسي والجيش الأمريكي بالتعاون الأوروبيين والشو اسمه بحرب تقليدية هذا مستحيل الحرب إذا حصلت بين الدول العظمى ستكون حرب مرعبة خاطفة وهذا لن يحدث في توازن رعب هناك أما قصة أنه مع أوكرانيا قصة ثانية مختلفة أنا أعتقد أنه بالنسبة لبوتين حقق الجزء الأول من خطته وهو أنه دخل دخل قواته على الإقليمين واعترف بالجمهوريتين اللي هم الانفصاليين اللي فيهم أغلبية روسية الآن المتوقع يعني اللي راح يصير واللي هو الأكثر احتمالا من القضايا الأخرى طبعا وان الدليل يعني أنا راح أعطيك شو الأدلة اللي أنا بحكي فيها أنه الآن المتوقع أنه راح للقوات الروسية اللي وصلت على الحدود على خطوط التماس بين المناطق الانفصالية والجيش الأوكراني لأنه في أكثر من حوالي أربعين خمسين بالمئة من الأراضي لا تزال تحت سيطرة الأوكرانيين الجيش الأوكراني اللي هم اعترفوا الروس بأن هذه لازم تكون أراضي للجمهوريات الجديدة أنا أعتقد سيوجه انذار لهؤلاء على أنه تنسحبوا منها أول إشي بالأمور بالسلام لكن إذا لم ينسحبوا سيكون هناك عمليات استفزازية قد يحدثها الطرف اللي هو الطرف الانفصاليين من أجل شأن حرب لإرجاعهم إلى خطوط التماس أما عملية الاجتياح الكامل لأوكرانيا بالمرحلة الحالية كل المعطيات اللي موجودة على الساحة لا تؤكد ذلك لأنه يعني وإذا لاحظت أنت حتى العقوبات التي تم فرضها من الأوروبيين ومن الولايات المتحدة الأمريكية هي عقوبات طبعا يعني مش هذه العقوبات اللي إلها هذاك التأثير أمريكا تستورد من روسيا بما قيمته حوالي مليار دولار مأكلات بحرية وكافيار ما وقفتها تستورد حوالي بستة بسبعة مليار أو 12% نفط ما وقفته الأوروبا تعتمد 40% من غازها من روسيا وانت تعرف شو معناته يعني أنك توقفه الغاز بده معناته ترتب إذا الروسيا بدأت تخسر 20 مليار أو 12 مليار هناك رح يخسر مئات المليارات من الدولارات فلذلك هذا التوازن والعملية هاي هي القصة اللي ما بتخلي أنه رح طبعا يصير فيه بروبغاندا سياسية وفيه حج قوات وفيه كلام لكن اجتياح كامل لأوكرانيا بالمعطيات الحالية غير لا أعتقد أنه رح يتم ذلك لكن رح الدول هذول اللي يعترف بيهن رح يحاول البوتين والقوات الروسية أنه يصل للحدود اللي هو يعتقد أن هذول هناللي لازم يكون للجمهوريات الجديدة ويفرض أمر واقع تكون هناك عقوبات يعني شوية مش أقصى من اللي سمعناه لأن المصلحة الاقتصادية الآن بالمرحلة الحالية ليست يعني الروس صح رح يخسروا بس الخسارة على أوروبا رح تكون أكثر يكثر البعض كل هاي الأزمة ليش ما يوقفوها وخلص لا تدخلوا أنا هناك في عادة تشكيل شوف هذه الدول عندها موازين قوة وعادة قصة جديدة لأوروبا كيف بدأ نشكل العالم الجديد كيف بدأ يكون العالم يتخلص من وحدية القطب في عندك الصين قاعد يتربص وينتظر أنه ماذا سيحصل هل أنه إذا شاف أنه ردة الفعل الأوروبية وردة الفعل الأمريكية بالذات على ما تقوم به روسيا وإذا بوتن حقق أهدافه هو أنت تعرف الصين وين تطلع تطلع على تايوان وتعتبرها جزء أصيل منها وتستنى بدأ تشوف ردة الفعل هاي الموجودة كيف بدأ يتعامل العالم وأنا بحكي لك بكل أمانة ومصدقية الغرب باستثناء الولايات المتحدة وحتى الولايات المتحدة لا يستطيعوا الآن ولا يمتلكوا القدرة ولا الإرادة الحقيقية لشن حروب على ضد روسيا الروس مستعدين يحاربوا أنا بحكي لك بقناعة ومطلقة أن الروس مستعد يحارب لأن الروس ودي يعيد أمجاده وقوته الأوروبيين يعني عندهم مشاكل عندهم مشاكل اقتصادية عندهم مشاكل بالطاقة ومن يمتلك مفاتيح الطاقة اليوم هو اللي راح يسيطر مفاتيح الطاقة بالنسبة لأوروبا بيد روسيا وليس بيد ناس آخرين تخيل أنت أن ألمانيا عندها حوالي بدأت تأخذ 40% 45% من احتياجاتها من الغاز الآن من روسيا تأخذها الآن فتخيل أنها بدها البديل عنه كم كلفة هذا البديل اللي راح يكلف عليه وانت تعرف هذا العالم باقتصاد يعني أنت إذا ارتفع سعر الغاز على المصانع وعلى الطاقة وعلى كذا بده يرتفع على المواطن وعلى كذا القصة الثانية المهمة أن شعبية بايدن بنحدار وعندهم انتخابات بعد بنوفمبر والشعب الأمريكي ما أيد بايدن قالوا أنت روح لأنه الخروج من أفغانستان انت شفت شو الطريقة اللي خرجوا فيها أفغانستان العراق دفعوا المليارات والآن العراق يعني مشكلة لهم فكل الحروب اللي خذوها فلذلك بوتين استغل هذا الظرف والآن هو سيعيد تشكيل المنطقة كما هو يرغب بذلك ولا اشتياح اسكري كما يقرأ البعض لأوكرانيا هي فقط سيطرة على الجمهوريتين اللي اعترف فيهم بوتين لغاية هذه اللحظة طبعا أنت هذه معطيات ممكن تتجد لكن لغاية هذه اللحظة أكثر الاحتمال والأكثر واللي هو قام فيه وانت لاحظ لاحظ نوعية العقوبات اللي فرضت عليه على أنه فيه توافق تحت الطاولة يعني واضح تماما أنه هذا كلام يعني يعني كل التهديد وأمريكا كل يوم بعد 24 ساعة ساعة يشن الهجوم بعد 48 ساعة ساعة ما صار هجوم لا بعد 24 ولا بعد 48 ولا اشيء الآن فرضت أمريكا عقوبات على روسيا شوه على البنك الذي يمول الوحدات التي دخلت إلى الإقليمين هذول فقط عرفت كيف فهيه النعبة السياسية للدولية بدا أشكراك كل الشكر دور محمد نرقب المشهد في قادمة الأيام هو ما سيحدث كل شيء شكرا لك عفو شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك